يعني بعد النادي الأهلي خلاص 3-2 ونقص 3 دقايق فجأت بصراحة بالكابتن جهات جريشا بيحسب 8 دقايق وقت ضايع أنا تفرقت على المباراة كلها من الديئة الأولى للديئة الأخيرة الشوت الأول اتحسب دقائق 2 وقت ضايع الشوت الثاني المباراة ما وقفتش يعني وقت يستدعي أن جهات جريشا يحسب 8 دقايق 8 دقايق رقم مبالغ فيه بطريقة غير طبعية بصراحة أنا بقول يعني إيه حق ربنا اللي احنا شفناه حتى الأهلوية يعني يقولك 8 دقايق كتير جدا أنا بصراحة ما كنتش يعني متخيلة قلت لما تتمعظم أو كابتن جهات جريشا يدي وقت ضايع عشان التغيرات وعشان الناس اللي تعورت وكلا 4-5 دقايق لكن 8 دقايق وقت غريب جدا الشوت الثاني التوقفات اللي حصلت في الشوت الثاني ما تعبرش تماما عن الوقت الضايع فكان وقت ضايع مبالغ فيه جدا من كابتن جهات جريشا والنادي الأهلي كان ممكن يتعادل فيه كرة جاد في الآخر وبعدين رجعت لساعد سمير ساعد سمير نتخارج المرمى وبعدها انتهت المباراة بفوز النادي المصري 3-2 كده الدوري إيه؟ الدوري لسه في الملعب إزاي الفرق خمس نقاط الأهلي عنده مطشات صعبة والزمالك عنده مطشات صعبة وكمان اللي مخلي الدوري لسه في الملعب إن الزمالك والأهلي حيلعبوا بعض آخر مطش الزمالك محتاج إيه؟ عشان يبقى عنده فرصة في المباراة الأخيرة مع الأهلي الزمالك محتاج إن الأهلي يخسر أو يتعادل مطش من المطشين اللي جايين الأهلي عنده الإسماعيلي المطش الجاي وبنسبة كبيرة المباراة تتلاعي في برج العرب وبعدين عنده الاتحاد السكندري مطش الإسماعيلي ده بالنسبة للدوري أو بالنسبة للأهلي أو الزمالك حياة وموت الأهلي لو اتعادل مع الإسماعيلي الزمالك لازم يكسب أنا بقول لكم فرص الزمالك وحقول لكم فرص النادي الأهلي في الفوز بالدوري طبعا يعني عشان يكون محقين وواقعين وكل حاجة الأهلي هو المزال الأقرب للحصول على بطولة الدوري ولكن النسبة قلت النسبة قبل مطش المصري مبارا حتى 80% لصالح النادي الأهلي أو 70% النهاردة النسبة بقى إيه؟ نقدر نقول إيه؟ بقت 60% أو 55% لصالح النادي الأهلي يعني الأهلي يتفوق على الزمالك فموقف حصوله على الدوري بنسبة 60% و 65% فالمواقف إيه بقى؟ لوقتي الأهلي عنده 71 نقطة الزمالك 6 و 60 نقطة يعني الفرق خمس نقاط الزمالك والأهلي كل فريق نقصه 3 مطشات الزمالك عايز عشان ياخد الدوري إيه اللي يحصل لازم الإسماعيلي يتعادل مع الأهلي ويعني ممكن الأهلي يكسب الاتحاد الله أعلم بس يعني الواقعي بيقول الإسماعيلي ممكن يعمل نتيجة إجابية مع الأهلي أو ما يعملش أنا بقول لكم الفرص وبعد كده الفرق يبقى 3 نقاط ما بين الأهلي والزمالك قبل آخر مباراة لكن لازم الزمالك يكسب 2-0 أو أكتر ليه؟ إن الأهلي كسب الزمالك 2-0 في الدور الأول فهيبقى فيه مواجهات مباشرة لو الزمالك كسب الأهلي فهيشوفه المواجهات المباشرة الأهلي يكسب الدوري إزاي؟ إنه هو يكسب الإسماعيلي والاتحاد قبل ما يلعب مع نادي الزمالك ويبقى الدوري خلاص لصالح النادي الأهلي عايز رأيكم بقى كمشاهدين ومحبين للأهلي محبين للزمالك محبين للمصري مستني رسائلكو على الـ SMS وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك تقولوني إيه رأيكم في المباراة مباراة رأيكم في الأهداف رأيكم في حسام حسن رأيكم في مارتين يول مين نجوم اللقاء من وجهة نظركم عايز رسائل كده ونقض نقراها مع بعض إن شاء الله زي مباراة مبروك للنادي المصري مبروك لجمهوره هارد لك للنادي الأهلي مش خسارة العالم ولا نهاية العالم إن الأهلي يخسر كل فريق في العالم بيخسر فيش مشكلة طبعا فرحة كبيرة جدا في بورس عيد